ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي اجتماع مجلس الأمناء للمؤسسة وذلك بحضور أعضاء المجلس حيث استعرض الاجتماع عددا من المحاور التنظيمية وكذلك الخطط التوسيعية المستقبلية الخاصة بإنشاء الخدمات التي تقدمها المؤسسة تناول الاجتماع عرض نتائج المزايدات التي أعلنت عنها المؤسسة القومية للمشاركة المجتمعية لاستغلال المساحات المكشوفة والمغطاء بمركز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمرجة والتابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والأراضي التابعة لها والمملكة لوزارة التضامن الاجتماعي